الإدارة المالية أعزائنا الحضور الحياة العصرية تفرض علينا أن نشتري أشياء ولوازم لسنا بحاجة إليها وفي النهاية تقودنا إلى أن نبيع أشياء نحن بحاجة إليها لكي نتفادى ذلك علينا أن نتذكر النقاط التالية قد يكون من الصعب تدبير أموالك وخاصة إذا كنت من ذوي الدخل المحدود أنت بحاجة إلى وضع خطة لتأكد من أن الدخل الذي تحصل عليه يغطي جميع احتياجاتك ونفقاتك اليومية تذكر أن تضع مبلغا لحالات الطوارئ والاحتياجات الضرورية كيف تدخر أموالك؟ وضع الميزانية أفكار للانتزام بالميزانية طرق الادخار وأخيرا وضع خطة لادخار الأموال Budgeting أي وضع الميزانية وهذا يعني وضع خطة لكي تنفق أموالك وراتبك تأكد أن هناك مبلغا كافيا لكي تسد الفواتير النفقات والمصاريف الغير متوقعة والطارئة تأكد أن لديك مبلغ كافي للحالات الطارئة مثل إذا حدث أي إعطال للسيارة أو إذا كان طفلك بحاجة إلى الذهاب إلى رحلة علمية مع طلاب المدارس الإدخار للمناسبات والعياد أنت بحاجة إلى إدخار مبلغ للمناسبات العائلية مثل أعياد الميلاد حفلات الخطوبة العزائم الولائم شراء الهدايا والمناسبات الدينية إذا كنت بحاجة إلى المال في الحالات الطارئة وكنت من أفراد الذين يحصلون على دخل من السينترلينك يقوم السينترلينك بإعطاء قرض بمبلغ 500 درهم مرة في السنة قم بكتابة جميع النفقات والمصاريف التي صرفتها يوميا في المذكرة اليومية في هذه الحالة سوف تساعدك في وضع خطة للموازنة هذه القائمة من النفقات تعطيك بيانا للمبالغ التي صرفتها للأشياء الضرورية والمبالغ التي صرفتها للكماليات حاول أن تقارن بين دخلك وراتبك وبين المصاريف والنفقات ضع مبلغا على حدة وادخره للمصاريف والنفقات اليومية والضرورية مثل شراء المواد الغذائية دفع فواتير الماء والغاز والكهرباء دفع الإيجار نفقات المدرسة وغيرها قم بوضع مبلغ معين في ضرف رسالة للماء وضرف آخر كتب عليه مصاريف الغاز والكهرباء وضرف آخر للأشياء الأخرى إذا كنت من الأفراد ذوات الدخل المحدود من السنترلينج عليك دفع الفواتير عن طريق Direct Dibbit حيث يتم تسديد فواتيرك إلكترونيا عن طريق أخذ مبلغا من حسابك البنكي للجهة المعينة تسرب النفقات أي الأموال التي تصرفها دون تفكير بعض طرق الإدخار إطفاء الأنوار وغلق مفاتيح الكهرباء عند عدم اللزوم حاول الاستحمام وأخذ الدش لفترة زمنية قصيرة اشرب مياه الحنفية بدلا من شرائك قنينة الماء كل قنينة ماء تعادل دولارين وهي تكلف بألفين كوب ماء من الحنفية عند ذهابك إلى السوبرماركت اشتري دفعة واحدة وبالجملة حتى لا تحتاج إلى ذهابك مرة أخرى لتشتري أشياء أخرى وكذلك لا تنسى أن تقارن الأسعار وتشتري ما هو مناسب ورخيص في هذه الحالة سوف تتدخر أموالا عند ذهابك للعمل أو أي مكان آخر أخذ معك وجبة صغيرة أو ساندويشات وكذلك عند ذهاب أطفالك إلى المدرسة قم بتحضير وتجهيز وجباتهم بدل من الشراء من البقالة تجنب شرب القهوة والشاي في الأماكن العامة وإذا كنت معتاد عليها عليك الإقلال من شربها استخدم المواصلات العامة بدل من السيارة لأن السيارة لها مصاريف كثيرة منها مصاريف التأمين مصاريف تجديد ملكية السيارة وصيانة السيارة وتعبئة السيارة بالوقود الاحتياجات والضروريات كل فرد أينما كان بحاجة إلى مأوى وطعام وملبس ولكن تذكر أن تشتري الأشياء التي أنت بحاجة إليها وليس الأشياء التي تريدها هناك أشياء ولوازم نحن بحاجة إليها مثل كتب المدرسة، القرطاصيات، التغذية السليمة، وغيرها الكماليات هناك أشياء لسنا بحاجة إليها ولكننا نريدها مثل المشروبات الغازية الحلويات بأنواعها الأيس كريم مسايرة عالم الموضة والأناقة شراء الإكسسوارات والمجوهرات الأثاث الفاخر الأكل في المطاعم الفاخرة شراء الهدايا الغالية الثمن والولائم الأخرى دفع رسوم البنوك كل بنك له رسومه الخاصة عند فتح أي حساب بنكي وهذا المبلغ يختلف من بنك إلى آخر قم بالمقارنة بين الرسوم قبل فتح أي حساب قم بفتح حساب بنكي أو حسابين على الأكثر لتجنب دفع الرسوم خطة الإدخار أفضل طريقة للإدخار هي إتباع طريقة سمارت اسمارت تعني باللغة العربية ماهر وحاذق حرف الإس specific تعني معين ومحدد أي أن الهدف يجب أن يكون معينا ومحدودا بمعنى إذا كنت بحاجة إلى شراء ازدراجة لطفلك لا تقل أنا أريد أن أشتري دراجة هذا هدف غير واضح بل قل أنا أريد شراء دراجة لطفلي قبل بدء العام الدراسي وأنا بحاجة إلى أربعمية دولار حرف الام ميجربل أي قابل للقياس بمعنى أنا بحاجة إلى أن أدخل خمسين دولار كل أسبوعين أي achievable أي الوصول إليه وتطبيقه بمعنى إنني أستطيع أن أدخل خمسين دولار كل أسبوعين حرف الار realistic أي واقعي بمعنى ليس من الصعب علي أن أدخل خمسين دولار كل أسبوعين هذا المبلغ لا يؤثر على المصاريف الأخرى حرف الـ time أي الوقت الزمني المعين لإنجاز هذا الهدف بمعنى إنني بحاجة إلى أربعة أشهر لكي أدخل أربعمية دولار شكرا شكرا